السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم يا بصرفاندي من قناة إيهابتني فيك في حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله ببسطين اليوم في عنا موضوع الشركات لما بتعمل موبايلات بعمل موبايل بعمل سوفتوير بعمل الجهاز والجهاز تعارفين عبارة عن جهاز اللي هو الهاردوير اللوحة والجهاز بشكل عام والسوفتوير وتعارفين تنتين متنسيقات مع بعض هذا بدون هذا بنفعش وهكذا اليوم في عنا الشركات تتنافس على أنه بتعطيك جهاز كأداء يعني السوفتوير تبعه يكون سوفتوير سهلس وكويس وميزات كتير واليوم موضوع البطارية الشغل الشاغل تبع الشركات اليوم الشركات ممكن من خلال السوفتوير تبعت لك ميزة معينة اليوم في عنا ميزة معينة حصلت عليها موبايلات شاومي لميزة شحن البطارية المحسن شحن البطارية المحسن هذا بيحسن يعني بيخلي عمر البطارية طويل خليني الآن نجي نشوف هذا الميزة أو هذه الميزة اللي وصلت لهواتف شاومي وأيضاً موجود فيه البرندات الثانية خلينا نتعرف الآن من قرب أو كيف نحن نحطها على أجهزتنا لا تنسى الدعم بالإعجاب يا غالي إلى هناك ورجعنا لكم جديد صلوة على سيدنا محمد الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الآن لو جينا للجهاز اللي معنا جينا لتطبيق الحماية ونحن عارفين تطبيق الحماية هو مسؤول عن حاجات كثيرة عبارة عنه بعمل تنظيف أي حاجة بتلاقيها باللول اضغط عليها وعمل مسألة المنظف بتعمل عملية تنظيف وهكذا تطبيق الحماية بتعتبره رقم واحد في الجهاز بعدين بيجي تطبيقات الأخرى لو جينا على البطارية هتلاقي أنه في عنا الخط هذا موجود في أجهزة أغلب الأجهزة تقريباً موجود فيها حفظ اللي هو توفير البطارية أو وضع الأداء العالي يعني يستهلك بطارية ويعطيك أداء عالي لو جينا على البطارية هتلاقي في البطارية اللي هو أكم مرة شحنه وعندك هنا الأمور الجديدة هذه الأمور الجديدة اللي موجودة معنا اللي هو حاجة مهمة جداً وهي شحن البطارية المحسن شحن البطارية المحسن معناه أنه هذا الجهاز يشحن الجهاز عادي يشحن طبيعي ولكن بيقول لك هنا مرسوم هنا 80% صح؟ ومكتوب هنا سوف يتعلم نظام يعني النظام السوفتوير في الجهاز عاداتك اليومي هيتعلم كيف أنت بتشحن جهازك من أجل إطالة عمر البطارية يعني كيف؟ يعني أنا بروع على شغل الساعة 8 بصحب من النوم الساعة 7 بستخدم الجهاز بسلاً بشيله من الشاحن الساعة 7 الجهاز لو شحن البطارية الجهاز مثلاً في الليل وصل مثلاً نقول الساعة 12 في الليل لعند 100% وبعد 100% نقص البطارية بلش يشحن الجديد هيظله طول الليل يشحن يشحن هيستهلك البطارية لا اليوم في عنا نظام جديد الجهاز مش هيشحن 100% هيشحن لعند 80% قبل ما تقوم من النوم بشوي هتلاقيه وفا لك لعند 100% هو هيتعلم لحاله النظام بس أنت تكون مفاعل هادي هيو إطالة عمر البطارية وتقليل الشحن المستمر اللي مش لازم الغير ضروري فبالتالي يا أخي أنت هتفعل هذه الميزة عندك هتلاقيها موجودة في تطبيق البطارية في تطبيق الحماية في البطارية وفي البطارية شحن البطارية المحسن هذا الجهاز اللي أنا بشرح لك عليه هذا اسمه 12S شاومي 12S هذا أو هذه الميزة للأسف مش موجودة على كل أجهزة في الوقت الحالي شاومي دائما بتطور روحة كتير ما بعنش في اليش روحة طويلة هذا الجهاز أيوة عليه صح؟ طيب لو جبنا جهاز آخر ما نفيش عليه هايو البطارية البطارية في موجود؟ مش موجود؟ موجود توفير بطارية موجود الجدولة هذا الجهاز F5 Pro بوكو F5 Pro لو جينا على مدير الملفات أو قبل مدير الملفات فيه أنا تطبيق الحماية اضغط عليه ضعفة طويلة معلومات التطبيق إنه إصدار في بعديه إصدار جديد بدنا نعمل تحديث لتطبيق الحماية نجرب هل إنه لما أنا حدث تطبيق الحماية بينفع بيصل للتحديث ولا لا؟ هاي تطبيق الحماية احنا قبل شوي لما دخلنا ما لجينا صح؟ ولا لا؟ هي ما لجيناها طيب نيجي لنا تطبيق الحماية نعمل تحديث وهي أعمل تحديث نعمل فتح ونعمل نضغط على البطارية ونجي على البطارية في المكان أوبا هاي هان إنواجدك تم تحديث الجهاز في تطبيق الحماية والإجزاء ولكن ليس شرطا إنه تنزل على الجهاز تنزل على كل الأجهز لا هيدول الجهازين موجودات فيهم هل تعلم إنه هاد إيش اسم الجهاز شايفين هاد الجهاز هذا التلات عشر الألترا هذا التلات عشر الألترا هل موجود فيه؟ نجرب نعمل الرغم إنه ألترا اللي موجود معي موجود عليه آخر تحديث هيو تطبيق الحماية وينك يا تطبيق الحماية معلومات التطبيق هيو آخر تحديث هاد آخر ه스트�تح هعطوا لكم رابط التحديث في صندوق الوصف تعال إلى تلات عشرorde البطارية هدا أن يسخة العالمية هاي البطارية هيو زيادة سرعة الشحن اللي هو بتسريع الشحن يعني من هان الشحن اللي هي سلك العكسي تطبيق موفر بطارية الجدولة مش موجود فيه شهر نلاحظ انه هادي مش موجود غير هاي مش موجودة هان هادي الجهاز ال 11 الترا وهي البطارية وهي البطارية ايضا مش موجود فيه فليس شرطا انها تكون موجودة في كل الاجهزة ولكنها تصل للاجهزة ولكن من هي الاجهزة حتى الان ما حددت شاومي كل واحد ينزل التحديث ويجرب كل واحد يكتب له في التعريقات شو نوع جهاز اللي نزلت في هذه الميزة لما عمل تحديث لتطبيق الحماية وهذا ما كان لدينا يا غليم نلتقى في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام